مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يترى ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الطقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة وحار في البحر الميت والعقل مشاهدين فاصل ونغاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون خلال اليومين القادمين تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا وبالتالي يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء ما بين معتدلة إلى لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم قد نتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية العظمى المتوقع غدا في عمان ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية حسب المناطق والصغرى المتوقعة 23 بحب أشيره إلى أن معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 29 درجة مئوية معدل الصغرى هو 17 درجة مئوية أيضا السبت أجواء حارة نسبيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والعظمى المتوقعة يوم السبت في عمان ما بين 31 إلى 33 والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة بإذن الله لتصبح الأجواء معتدلة بشكل عام تقترب درجات الحرارة من معدلاتها أو تكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة بحدود 29 إلى 31 والصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة في المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا بشكل عام إربط 35-24 عجلون 33-23 جرش 35-24 والمفرغ 35 إلى 22 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى البلقى 31-25 معدبة 31-23 البحر الميت أجواء حارة 40-31 عمان ما بين 31 إلى 33 والعظمى والصغرى بحدود 23 درجة مئوية الزرقى أجواء حارة نسبيا 35 إلى 22 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية أيضا أجواء حارة نسبيا الكرك 33-21 الطفيلة 30-23 الشراح 28-21 العقبة أجواء حارة 39-29 والمعان أجواء حارة نسبيا 32 إلى 20 المنطقة الشرقية البادية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة الأزرق 37 إلى 22 الصفاوي 36 إلى 22 والرويشد 35 إلى 20 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري